اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن بالرغم من هيدا مغبتي عن الشاشات كنت عبر الشاشات عم بتقومي بيواجب تجاه وطنك وتجاه اكيد اللي بتحبيهم بلبنان شو بتتذكري من الصور اللي قطعت هديك الايام بصراحة ما بتذكر غير صور الأخبار والمسيبة اللي اجت على لبنان الحمدلله لبنان ظهر منتصر وظهور الاجتماعي عبر أحد المحطات بفترة الحرب كان لحملة تبرعات لصالح اللي تقزوا بالأضرار المادية اللي صارت بلبنان وهذا واجب الشماعي مش بس دقالي أنا على كل إنسان بيقدر يعمل شيء وطلع شي بييدو النسبة للحفلات اللي ذكرتها طبيعي إنه مع هيك وضع واحد ما بيقدر لا يغني ولا يعمل فن ولا يقدم شيء يعني بنهاية بيقوله الفنان بيقدم بسمي كيف زهد الفنان هو مجروح يعني ومتدايع فما بيقدر يتضحك لحدا ولا بيقدر يغني خاصة أنا طبيعة موسيقتي ومسرحي غيري يعني بتظن بيل فادي كما بيقوله بنروح من لبنان لتونس 13 ألف مشاهد بقرطاج رقم لا يستهان فيه خبرين عن وانت عم بتطلي هلأ بالفصان الزهر بقرطاج خلي المشاهدين عم شوف شو عم بيصير حقيقة شعورة لا يوصف بصراحة جمهور رائع كان عندي إطلالي ما بقى أنسيها بحياتي يعني على مسرح قرطاج حلم حلم إنه أوقف على المسرح وشوف كلها العالم ما كنت مجربة يعني صرخت الناس مع طلطة مع أنه بلش غني ما بتسمع صوتك ما بتسمع غير الناس عم بتصرخ باسمك خلوك تغني الواوا؟ غنوه هني سأب هذه خمة 16 ألف بصفافة عمر أسل مجال جامعة يعني أ legة جمهور أكبر وأوسع كمان في صورة تبلغ كثير منك مش بس لأنه 16 ألف لأنه أنا ونيمة بالليل ما بعرف تاني يوم شو رح يجي عالم يعني هلأ لو أنا دامني إنو هيدا هو لو قالوا لي قبل كنت نمت مرتاحة يمكن ما نمت كل الليل تحدي أكبر لأنه لحالة بالحفلة مهرجين كتير كبير بساعة عالم بعد على أكتر يعني من كارتاج تفاجأت بجمهور غريب حتى في شغلة بدي أرجع لكارتاج قالوا لي من أول مرة جمهور كارتاج بيسهر لبعد الساعة واحدة وربع يعني عادة لأنه أنا كنت عم بختم الحفل فبالتالي كنت للوعدة الوحدة على المسرح أنا شخصيا عجبتني أنه كان فيهم نفلوا مثلا تكفينا من بعدها على حمامات كمان كان عندي عشا قلا كتير كبير كمان ناس يعني غير ستيل مش مهرجين بس كمان في تفاعل من الجمهور مش تبيعي شغلة مميزة لأطفال الأولاد الصغار تلعوا على المسرحة بغنوا الواوا أكتر كتير وكانت شغلة كتير حلوة مميزة حايفا أكيد هل أنتم عم تحكي تذكردي صور كتير صور الناس أكيد لأنه كرتاج مسرح عريق مثل ما هو مسرح كمان لكبار النجوم يعني أهم نجوم وقفوا عليه قدامها الجمهور الكبير هو كمان فرصة لكمان فنان يبرز حاله إذا بيستقع هلها الوقف ولا لأ هو مش بس أكيد عمال قتل فن وقفوا عليه بس كمان هو نعمل كمان لأنه حتى أجي فنان منه معروف يوقف ويبرز حاله فهدي محبة من الله أنه يرجع كلها الجمهور والحمد الله يعني طيح يحضر هايفا ويشوف هايفا إن شغلة كتير مهمة بيحسدوني بيحسدوني على محبتكم وبيحسدوني لأنه فيه بحياتي جمهور بياخد العقل بدي أشكر كمان فرحة شباب تونس لأنه عطتني هالفرصة الحلوة إن كون موجودة اليوم بينتكن مرسيه للشعب التونسي يلي وكان عنده موقف كتير حلو حتى وقت أضرب المهرجين نهار اللي كان فيه حرب ع لبنان وقفتوا حدنا وعزيتونا نحنا منحبكم متل ما بتحبونا مرسيه إضافة لحفلات كتير قدمتيا يمكن فينا نمر عليها كمان حفل قدمتي بحمص أنت والنجم كمان واقل كفوري كمان شو ترك أثر فيك هذا الحفل؟ كفاينا من تونس على حمص مهرجين كمان حلو كتير لما نجمع فتح جديد كنا أول ناس أنا ووقل نقف على مسرح ومنقعد فيه يعني كان في حوالي ست سبع تاليف نسمة كمانا كمان استقبال حلو من الناس خاصة أنه هادي أول ظهور لقلنا يعني إن كان تونس أو حمص بعد الحرب بعد كل هالنشاط حنروح على تونس لأنه بدنا نختم الشهر ونبلش بالفيلم السينما اللي وعطينا فيه كيف رايح على تقدي دورك؟ خايفة مثل العادة يعني أنا قبل كل عمل بحسه كبير وبدو مني وقته مجهود مبني من الليل بصراحة يعني فإن شاء الله خير ما بدي أحكي أتسبق الأمور إن شاء الله بكرة بعد مشي بيحكي عن حاله النجم اللبنانية هيفا هو؟ بمبروك نجاحك والمزيد منه نجاح والعطاءات إن كان بالغناء أو بالتمثيل كم معكم عماد هواري روتانا بيروت